اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والفريق واصل الاستعداد للمواجهة الافريقية واخيرا الكاميروني عليوم نيانت حكما لمباراة الاهلي وسنبا خليني اتكلم مع حضراتكم على بعض المباريات ومواعدها النهاردة في مختلف الدوريات ودايما نبتدي بالدور المصري الدوري اللي بيهمنا جدا والاهلي بينافس عليه بمنتهى القوة وبيدافع عن لقبه النهاردة فيه ثلاث مباريات تحديدا في الدور المصري ابتدت المباريات الساعة 2 ونص بمباراة الجونة والمقاولين العرب وانتهت المباراة بفوز المقاولين 3-2 عشان يعود للانتصارات واعتقد المباراة كانت مميزة جدا المقاولين كان متقدم 3 والجونة رجع في المباراة لكن المباراة انتهت بفوز المقاولين 3-2 الاسماعيلي وامبي مباراة ابتدت الساعة 5 بالضبط قبل دقيقتين من دلوقتي وما زالت عادل سلبي مباراة مهمة للفرقتين والاتحاد السكندري مع أسوان الساعة 7 ونص مساء ده بخصوص الدور المصري تعالى بقى الدور الإنجليزي النهاردة فيه 4 مباراة في إطار استكمال الجولة رقم 25 من هذه المسابقة وستام يونايتد فاز على توتنام 2-1 في المباراة ابتدت الساعة 2 الضهر واعتقد يعني موريني وآخر 6 مباراة مع توتنام فاز مباراة وحيدة وخسر الباقي لو أنا الإحصائية بالنسبة لي صح يعني في الحقيقة لكن نتائج مهتزة بالنسبة لتوتنام في هذه البطولة تعالى نروح لأسطن فيلا أسطن فيلا مع ليستر سيتي شوت الأول انتهى بتقدم ليستر 2-0 على أسطن فيلا على ملعب الفيلا باركس ومباراة تبتدت الساعة 4 العصر أرسنال مع منشستر سيتي مباراة مهمة جدا وقوية جدا هتكون الساعة 6 ونص منشستر ينايتد مع نيوكاسل ينايتد الساعة 9 بالليل أما بخصوص الدوري الأسباني ففي أربع مباريات النهاردة منهم مباراة خلصت بالتعادل الإيجابي واحد واحدنا بين برشونة وقادش كانت الساعة 3 وبرشونة لسه مستمر في مسلسل الإخفاقات المتتالية ريالس وسيداد مع ديبرتيفو على فيز دي مباراة تكون كمان ربع ساعة هوسكة مع غرناطا الساعة 7 ونص وأتليتك بالباو مع فيريال 10 بالليل أما في الدوري الإيطالي ففي عدد من المباريات نبتدي ببارما وأودونيزي مباراة لعبة واحدة ونص وخلصت بالتعادل الإيجابي 2-2 والمباراة المهمة هو درب الغضب ما بين ميلا وإنتر الشوت الأول خلص بتقدم إنتر بهدف للاشيء مباراة تدي تساعة 4 أتلانتا مع نابولي الساعة 7 وبنفنتو مع روما الساعة 10 إلا ربع دي أهم وأبرز مباريات النهاردة في مختلف الدوريات العالمية لكن في الحقيقة فيه خبر مهم جدا هو بيتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والناس في الحقيقة وضعوا بعض الأكواد الإعلامية المطلوب جدا اتباهها خلال الفترة اللي جاي أنا باعتبرها خطوة غاية في الأهمية من المجلس الأعلى اللي هي تنظيم الإعلام والناس اللي هناك في الحقيقة غاية في الاحترام وغاية في التميز والاحترافية والمهنية العالية جدا فحقر لحضراتكم البيان لأن ده مهم جدا إن الناس كل البرامج خلال الفترة اللي جاي تتبع كل هذه الأكواد مجلس الإعلام يهيب بالقنوات تجنب ما يسير الفتن والصراعات بين جماهير الكرة ده طبعا في إطار نفس التعصب يعني أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا اليوم الأحد أهاب فيه بالقنوات الرياضية المصرية الابتعاد عن كل ما يسير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة وقال المجلس في بيان إن لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية وده مهمة أو بصراحة ويفحص الشكاوى التي تلقها في هذا الشأن ويتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي وأوضح المجلس أن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية واحد نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية حلو عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة وعدم الخروج عن مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع مهم عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأن والتأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط أربعة التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالزوق العام خمسة عدم التعرض للحياة الشخصية الرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية ستة تجنب استخدام تعبرات التهديد أو التخويف أو التحريض وتجنب استخدام كل ما من شأن التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع سبعة عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى تمانية التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع وأخيرا رقم تسعة احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم في الحقيقة يعني أكوادة مهمة ويعني نقاط مهمة جدا من خلال المجلس الأعلى تنظيم الأعلام وجاية بتوقيت كمان أكثر أهمية عشان يعني يتم تناول الموضعات والأحداث الرياضية بالشكل الموضوعي بدون إثارة أي فتنة بغاية في الأهمية هروح لفاصل سريع بعد الفاصل بقى كل التفاصيل اللي تتعلق باستعدادات النادي الأهلي لمباراة بعد ذات إن شاء الله سلساء أمام سيمبا تنزيم استنوا قبل ما نستفيد في الحديث عن مباراة الأهلي وسيمبا وهي مباراة طبعا مهمة جدا الأهلي من خلالها إن شاء الله يقدر يفوز ويحقق ثلاث نقاط جديدة في مشواره في دور المجموعات عشان الأمور تبقى ماشية بمنتهى الأريحية فيما بعد طبعا منافسة صعبة جدا في المجموعة دي معنا المريخ وسيمبا ومعنا فيتا كلوب منافسة صعبة وفرق كلها كبيرة لكن في كل أحوال أنت واخدت كل مباراة على حدة وبتقدر تتعامل معها بالشكل الأنسب من خلال الجهاز الفاني واللاعبين لكن اللي لفت نظري في الحقيقة هو موضوع التصميم بتاع الحساب الرسمي لفريق سيمبا التنزيمي وعملين تصميم كده للمباراة وحاجة غريبة شوية تعال نشوف الشكل ده قالك توتل وور يعني وقد ديني المباراة في إطار الحرب وده أمر غير مطلوب ممكن هما من خلالهم يعني دي طريقة معينة بيحاولوا يحفزوا بيها لعبتهم ماشي مفيش مشكلة لكن هو بيقول لك إيه مثلا بيقول لك مباراة بطولية مباراة للرجال ضد أبطال أفريقيا طبعا هنا بيقدروا قيمة النادي الأهلي ده أمر ماشي كويس لا ينبغي تفوتها قاتلوا في الميدان للتأكيد أو التأكد من تحقيق الثلاث نقاط لكن الصورة نفسها والحرب والدبابات والجو اللي هم عاملينه ده مبالغ فيه شوية مبالغ فيه شوية بصراحة يعني لكن لو ده في إطار التحفيز بالنسبة لهم ماشي لكه في نفس الوقت اللي يهمني إيه بقى اللي يهمني إيه بقى أتمنى بصراحة يعني يكون مستر بيتس الموسماني ورى التصميم ده للعاب لأن ده حيكون أكبر دافع للعاب النادي الأهلي في المباراة أنهما يعملوا مباراة كبيرة جدا في الظل حضور الجماهيري واضح أنهما هيكون كتير مش أقل من 30 ألف مشجع واضح الحماس اللي هيكون عليهم من الخلال طبعا اللي شوفناه دلوقتي فده أكبر دافع وأكبر حافز للجهاز الفني واللعابين بإذن الله أنهما يفوزوا في هذه المباراة ويعملوا مباراة كمان كبيرة الملعب المناسبة ملعب كويس اللي حصدده في مباراة الأهلي وسمبا فبالتالي الأجواء كلها حتساعد النادي الأهلي أنهما بإذن الله يقدروا يفوزوا في هذه المباراة ممكن توقيت المباراة صعبة شوية ساعة 3 عصر ودرجة الحرارة عالية شوية فوق 30 الرتوبة كمان عالية ممكن ده يكون عاقص بالنسبة لللعابين لكن إحنا متعودين على الأجواء دي في أفريقيا إحنا أبطال أفريقيا معنيناش أي مشكلة في الأمور دي خلص لكن الأهم بالنسبة لي أن إحنا ناخد كل هذه الأمور التحفيزية اللي بيقوم بيها مسؤوله سيمبا التنزاني سواء كمان الجهاز الفاني أو اللاعبين أو الأعلام هناك في إطار الدافع بالنسبة لنا ناخده بالشكل الإيجابي عشان نقدر بإذن الله نكسب هذه المباراة وإحنا بنحب الحاجات دي بصراحة الأهلي بنحب الحاجات اللي زي دي حاجات بتشجعك بشكل أكبر وتثبت أن أنت طبعا بطل أفريقيا بإذن الله يكونوا موفقين إن شاء الله تمانع التوفيق مع مولى عز وجد ده فيما يتعلق بالتعليق على التصميم فريق سيمبا تنزاني على صفحتهم الرسمية على السوشيال ميدي طيب خلينا نتكلم على بعض الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي قبل 48 ساعة من انطلاق اللقاء الكابتن طبعا محمود الخطيب بيتواصل بشكل دائم مع البعثة وبتطمن بشكل كبير جدا من خلال الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة النادي الأهلي هناك في تنزانيا وبيتابع كل الإجراءات اللي تتعلق بالفريق إجراءات أمنية إجراءات كفبية كل الأمور في الحقيقة بيتباح أول بأول الكابتن محمود الخطيب وده اللي أكد عليه كمان الأستاذ محمد الدماطي في تصرحاته وقال إن دايما الكابتن محمود الخطيب بيتواصل معنا وبتطمن على البعثة بشكل كامل وبيأكد على مدى أهمية طبعا المباراة أمام فريق سيمبا وقال ده لسه كلام على لسان طبع الأستاذ محمد الدماطي قال إحنا عندنا سكرة جيرة جدا في لعابتنا وفي جهازنا الفني وتمانياتنا كلها معهم إن هم إن شاء الله بإذن الله يفوزوا في هذا اللقاء ويأكد على الالتزام والطبيعي اللي بيبقى طبعا عليه الجهاز الفني واللعبين في أي رحلة وأي معسكر خارجي لعاب الأهلي كمان يعني النهار ده كان عندهم محاضرة بالفيديو بيستكشفوا من خلالها مع الجهاز الفني نقاط القوة والضعف الخاصة بفريق سيمبا التنزاني وده بعد ما محلل الأداء في الجهاز الفني للفريق كانوا رصدوا بعض اللقطات المهمة جدا فريق سيمبا والتركيز عليها من خلال طبعا مستر بيتسو موسيماني اللي بيدرس كل فريق بالشكل الأمسك ويوضح نقاط القوة الضعفة بالنسبة للعابين بالتالي في المحاضرات المختلفة هو بيركز له على المحاضرات في الحقيقة مستر بيتسو موسيماني وده أمر مهم جدا الأهم كمان إن هم صراحة وده شيء تم اتباعه على مدار الفترة اللي فاتت إن كل فريق حيلعبه نادي الأهلي بيبقى ليه لقطات معينة اللقطات دي بتتحول على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكل لعب في الفرق وكل لعب هو في جرفته كده أو هو مثلا في الطيارة رايح مسافر حيلعب الماتش أو كلام من ده بيتابع اللقطات دي وبيركز ليه عشان يحفظ سواء نقاط القوة بقى نقاط ضعف إزاي يلعب مع الفريق ده اللعيب اللي هيقابله في مركزه مثلا في المباراة هيتعامل معه إزاي فده أمر تم اتباعه بأخرا وحقيقة إيجابي جدا والله حستوا كمان في رحلة المونديال يعني الناس كانوا اللعبين كانوا مركزين جدا سواء في غوركم أو حتى في الطيارة وهم رايحين على لقطات لبعض الفرق اللي لعبها النادي الأهلي في كاس العالم للأنبياء طيب كمان فيه برنامج جزائي خاص للعب الأهلي قبل مواجهة سينبا وده من خلال الدكتور عبد الرحمن سعيد أخصاء التغذية بالجهاز الطبي للنادي الأهلي الرجل ده في الحقيقة بيقوم بمجهود كبير جدا وبيتعب قوي مع الفرقة وبيجهز وجبات لكل لعيب على حدة على حسب احتياجات كل لعب كمان هو في الرحلة دي خصوصا في ظل الرطوبة وكل الأمور والمعاقات التي قد تواجه الفريق بسبب بركة الحرارة كمان جهز الكثير من السوائل والمياه والمكملات فيه أوقات محددة بيتناولها لعب النادي الأهلي على حسب طبعا البرنامج الغذائي الخاص لكل لعب يتفادي الإرهاق والإصابات يوم المورة وده أمر أيضا غاية الأهمية لكن فيما يتعلق بالإصابات وده بعيد شوية عن الرحلة نفسها لكن عندنا بعض اللاعبين المهمين جدا المصابين ومتواجدين هنا في القاهرة وبيقدوا برامجهم العلاجية والتأهلية استعدادا للعودة للتدريبات الجمعية ومنسمى المشاركة في المبريات الرسمية بإذن الله أهمهم طبعا علي معلول لعب النادي للأهلي واحد اللاعبين المميزين جدا دكتور رحمد أبو عبلا النهاردة رئيس جهاز الطب بالأهلي الجمعية مع الفريق بس بداية هتبقى المشاركة بشكل تدريجي لحد ما يعدي يومين ثلاثة ويشارك في التدريبات الجمعية بشكل طبيعي ويبقى جاهز بالتالي ما بعد هو مبارات سنبا التنزاني يعني بعد المبارات اللي جاية عطولي بقى علي معلول إن شاء الله بإذن الله متاح للجهاز الفني كمان نفس الحال بالنسبة لطهر احنا علي معلول بالمناسبة احنا عارفين كان عنده شد في العضلة الخلفية وبالتالي بيقوم ببعض البرامج العلاجية والتأهلية وده اللي أكد عليه أيضا الدكتور أحمد أبو عبلا وقال إن طهر بداية من يوم الخميس يقدر يشارك في التدريبات مع الفريق وده أمر أيضا مهم ومميز جدا يعني دي أهم وأبرز الأمور والأخبار اللي تتعلق بفريق النادي الآن عندنا تقارير؟ أو فاصل؟ فاصل طيب قالينا نضح للفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا تتصيل كتير جدا طيب الأهلي بيستعد المباراة سيمبا استعدادات قوية جدا عندي بعض تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيز يعني الرجل تكلم عن هذه المواجهة ومدى أهميتها وقال إن هي مواجهة صعبة جدا بالنسبة لنا هدفنا إن احنا نواصل للصدارة الأهلي طبعا متصدر مجمعته برصيد ثلاث نقاط بيتساوى معه في نفس الرصيد سيمبا لكن أهداف بالنسبة لنادي الأهلي هي أكتر الأهلي ثلاث أهداف هو سيمبا هدف وحيد لكن إنت عايز تأكد هذه الصدارة من خلال الفوض بإذن الله سيمبا في هذه المباراة كنت تنسى من كمان سامي أمصان المدرب الفريق قال نسعى التحقيق نتيجة إيجابية أمام سيمبا فيه تركيز كبير جدا بخصوص المباراة دي أنت أقل تقدير تخرج بتعادل لكن الهدف الأساسي بالنسبة لنادي الأهلي دايما أن أنت تكسب في أي مطش تتلعبه سابقا أو بره أن أنت تكسب وكما أنت لو كسبت بإذن الله خارج ملعبك بقى عندك ست نقاط فتريح نفسك شوية نسبيا في المنافسة على التأهل من هذه المجموعة وكمان فيه تصرحات لمعالي السفير محمد أبل وفا سفير مصر تنزانيا الرجل كان معنا مبارح في مداخلة وتتضمننا من خلاله على كل التفاصيل التي تتعلق بتوجد بأسة النادي الأهلي هناك في تنزانيا خلينا نروح نشوف تصرحات الكابتن سيد عبد الحفيز تصرحات الكابتن سامي أمصان والتصرحات معالي السفير محمد أبل وفا نرجع مرة تاني مهم جدا أن يبقى فيه تحضير بشكل كويس مهم جدا أن يبقى فيه استعداد بشكل كويس نحن جايين وعارفين هاللعب فرقة مختلفة تماما عن كل السنين اللي فاتت كهوية وحتى تنظيمية ورغبة كمان حتى بين مستعداداتهم هم موجودين هنا في تنزانيا رغم أن هي بلدهم وعلى أرضهم المباراة لكن معسكرين من يوم الجمعة زينا بالزبط يعني مستعدين بشكل قوي جدا للمباراة عندهم مدرب كان على ضرائب الكرة المصرية بحكم أنه كان مسك نادي الإسماعيلي حتى في التذكرة بتاعتهم اللي بتاعت المباراة بين أهمية المباراة بالنسبة لهم يعني الطريقة اللي عرضين بها أو التصميم بتاعة التذكرة يبيني هم بيفكروا في المباراة الزينا فهي مباراة أنا شايف أنها ممكن تبقى أقوى مباراة المجموعة بالنسبة لنا يعني في الفترة الحالية وما صحيح لسه فيه أربع مباراة بعدها لكن في النهاية مهم جدا أن نحن نحقق فيها أنا كنت متواصل أو على تواصل دائم مع كابتن أنس مدير الكرة في نادي المريخ والراجل يعني مش عايز أقول لك هو بيقول علينا إيه أو بيكلم معنا إزاي يعني وإحنا بنجربنا يعني إحنا ده لأخوتنا يعني بغض النظر عن التنافس أو اللقاء يعني يعني هما كان عندهم رغباً هما يعودوا لحد يوم الخميس فأكن المطش لسه والخميس بالنسبة لنا يعني كواجب ضيافة أو تعامل يعني لأن هما بيعملونا كده من نادي المريخ علاقتنا به علاقة أبدية وتاريخية يعني فما أعتقدش أن في أي حاجة ممكن يعني تخلي أي نوع من الحاجة غير الطبيعية أو المقبولة أنها تحصل يعني زي ما قلت لك أنا على تواصل جامد جداً مع كابتن أنس وأتمنى لهم التوفيق ونكون إحنا اللي اتنين بإذن الله يعني حاجزين بطاقتين التأهل بإذن الله اللي الدور تمانية بإذن الله كانوا مميزين جداً في المبارضة عمل مبارضة كويسة جداً وكنا عندهم أفضلية طول المبارضة يمكننا حتفرجنا عليها وتفرجنا على حوالي مطشوين تانيين مع مازينبي وتفرجنا على مطشو في الدورة بالنسبة لهم فرقة قوية مش عاوزين نبالغ في القوتها لكن بنقول فرقة مميزة لتحترم فرقة بطل برضو في بلدها من أفضل تاني أفضل فرقة في هنا في الدور يعني انت عارف مع يانج هم مميزين جداً عندهم جماهير كبيرة جداً ممكن عندهم النهاردة برضو من وديه وكانت مفاجأة بالنسبة لنا يعني فرقة عندهم حضور جماهيري ممكن مطش حوالي بتلاتين ألف متفرج بيديهم طبعاً قوة بدنهم دفعة لكن اعتقد الحمد لله إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله وانساعدنا إن شاء الله اللي احنا نعدي مباراة كويسة بإذن الله خلينا ناخد الاختيار الأصعب يعني درجة الحرارة زي كده وممكن نحن الحمد لله برضو عندنا أربع تيام الحمد لله يقدر العيوة تعمل تكايف كويس عشان جينا بدري يعني راجل كده الراجل عندهم الخبرات في أفريقيا ما شاء الله يعني بيقدر يحضر كويس للمباريات لكن اعتقد طبعاً درجة الحرارة طبعاً صعبة وممكن صعوبتها عشان إحنا جايين من برد بس لحرارة عالية جداً مع رطوبة عالية جداً لكن ده قدرنا وده قدر لعبة النادي الأهلي أنت تلعب في كل الظروف وكل المستويات وإن شاء الله أعتقد اللعبة إن شاء الله على العهد دايماً إن شاء الله ترد جمهورنا وتحقق إن شاء الله نتيجة جباية بإذن الله الحقيقة قبل وصول البعثة بعثة النادي الأهلي كنتوا على تواصل مع رئيس البعثة وعضو مجلس النادي الأهلي كابتن السيد محمد الضماطي والكابتن سيد عبد الحفيز المدير الإداري للفرقة مدير الكرة وبشأن كل الإجراءات والترتيبات المطلوبة فيما يتعلق بالاستقبال في المطار فيما يتعلق بالانتقالات والإقامة في الفندق وحجز الملاعب الفرعية والمران الأساسي وكافة الإجراءات والحمد لله تم التنصيق مع اتحاد الكرة التنزاني ومع نادي سنبا لتوفير كل التسهيلات اللازمة بحيث إن شاء الله تتم المباراة وما قبلها في إطار من السهولة واليسر للنادي نتمنى إن شاء الله النادي يحقق مباراة طيبة ترضي جماهيره ويعود بالنقاط الثلاث ليعذز صدارته لقمة المجموعة أهم حاجة في تصريحات دي بصراحة تصريحي كابتن سيد عبد الحفيز وأنه هو أكد على التواصله الدائم مع مدير الكرة بنادي المريخ كابتن أنس وبيأكد على مدى العلاقة الطيبة جدا ما بين الفرقيتين وبين الجمهورين عشان البعض اللي حاول يعني إن هو يضخم أي أزمة ممكن تحصل ويعمل شحن جماهيره قبل مباراة العودة ما بين الأهلي والمريخ وإن شاء الله مش هيكون في فرصة إطلاقا إطلاقا إن مثل هذه الأمور تحدث تركيز الكابتن سيد عبد الحفيز على النقطة دي وعلى مدى قوة العلاقة ما بين الفرقيتين الكبار سواء الأهلي أو المريخ كان غاية في الأهمية دايما دايما الأهلي بيبقى مهتمة قوي بأن علاقاته مع أي نادي داخل القرية الأفريقية أو خارجها تكون على أكمل وجه وعلى ما يرامه وبالشكل الأمثل يعني ودي حاجة دايما بيمتاز بيها النادي الأهلي المسؤولي يعني في الحقيقة خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة طيب عشان نتطمن على فرقة النادي الأهلي هناك في تنزانيا بشكل أكبر خلينا نروح سريعا عبر الهاتف لزميلنا العزيز شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي المتواجد مع البعثة في هذه الرحلة عشان نتطمن نخلاله على كل التفاصيل اللي تتعلق بالفريق وآخر استعداداته لمباراة سنبا يا شريف مساء الخير شريف سمعنا طيب شريف لحد ما يبقى جاهز معنا زي ما حاكم شايفين طبعا دي لقطات الاستعدادات النادي الأهلي لمباراة سنبا الكل جاهز الحمد لله بالتحديد فيما تعلق بالقائمة اللي سفرت مع الفرقة بما فيهم كمان مرام وحسن اللي كانت تعرض لكادمة هتطمن بشكل أكبر برضو من خلال شريف لما يكون جاهز معنا طيب رجع لنا شريف يا شريف أهلا بيك أهلا بيك تحديد لك جميل أمير ولكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بيك يا شريف منورنا وعايزين نطمن من خلالك على آخر استعدادات النادي الأهلي وبالتحديد عقب المران التاني للنادي الأهلي هناك في تنزانيا ممكن الأهلي بدأ يومه بدري شرية كان في التساعة صباحا بتوقيت تنزانيا السامنة صباحا بتوقيت القاهرة بدأ يومه بالفطار طبعا مرورا بقى بالغادة اللي كانت 12 والمحاضرة اللي كانت الساعة واحدة وتكلمت لها مستر مسماني عن لقاطة القوة والضعف الفريق سنبا التنزانيا وبعدها كان التمرين في الثانية ظهرا طبعا أنا سألت بالتحديد ليه التمرين 2 بتوقيت تنزانيا بشاربا على توقيت تنزانيا مستر مسماني بيلعب على الخبرات الأطفالية طبعا الكبيرة جدا وعارف الجو الساعة 4 بيبقى أخف شوية من الساعة 2 فعاوز يمر النعيب النادي الأهلي فأقصر دراتات الحرارة عشان يتعودوا وما يلعبه الصاعة 4 بيبقى يكون الدرية أهدى شوية من الساعة 2 فمستر مسماني قنقصت هذا التكتك الخاص بي يعني من خبراته الأطفالية وممكن نهاردة لعيب النادي الأهلي في التمرين أحسن من المبارح تستير بدأوا يتعودوا فعلا على الجو وفعلا شابوه اللي أخذ قرار سفر النادي الأهلي بادري عشان لعيب النادي الأهلي تعود على الجو لأنه فعلا الجو صعب جدا خلينا أقول لك أن المراني النهاردة شارك مروان محسن ويمكن قبل نهاية المران اكتفى دكتور عبو عبلة طبعا رئيس الجهاز أصدقى بعجب نكمل المران خوفا عليه بكرة بإذن الله يكون موجود في المران بكل قوة النهاردة حضر مراقب المباراة إلى فندوق الأقامة ويتكلم مع الكابتن سيمير عالي طبعا ومدير الكرة الكابتن شيد عبدالحفيز بكرة يكون في الاجتماع الفني ويكون بكرة التمرين الرئيسي على الملعب لاتقام عليه المباراة فبكرة التحركscيات الثالثة عصرا أن الطبع الساعة الثالثة عصرا سيكون طبعا عصرا بتوقيت تنزانيا الثالثة عصرا سيكون الثروب المج buy في المراقبة المباراة. بكرة لازم كمان يحضر المراقبة المباراة والمنصق الاتحاد الأفريقي في المران الرئيسي عشان ناوي النادي الآلي يشتكي من أي حاجة يسجلوا مدونتهم في تمرين النادي الآلي. وبالتالي نأشوها في الاجتماع الفني لا يكون في ألف سابعة مساء فريق سيمة تنزاني بيأتي طبعا عنده زينا الأحمر والأبيض. بكرة نعرف بإذن الله يرتدي أن يلونه غالبا إلى الآن هو لون الأحمر لكن بكرة نتأكد بإذن الله بعد الاجتماع الفني. النتيجة الطبية ونتيجة المسحة الطبية ما ظهرتش إلى الآن ولكن كابتن سيد أبداحبيس قال لي وما قاله يومين فبكرة بإذن الله هتكون معاملنا النتيجة وبإذن الله تكون النتيجة سلبية. معاك سيمين العلمين رفع عندك طيب أنا عايز أتأكد يا شريف بخصوص الحضور الجماهيري. وهل الجمهور أو بعد بكرة في المباراة هيكون بالعدد اللي بنسمع عنه فعلا 30 ألف متفرج ولا لسه الأمر ده لم يحسن بعد. طمام. أنا سألت النهاردة معاني السفير محمد جابر أبو الوطع عن عدد الجماهير وبالفعل هو قال الإستاذ يتسع لـ 60 ألف متفرج الاتحاد الأفريق هو في 20 ألف متفرج نصف الساعة عشان خاطر التبعض الاجتماعي. طيب كان تذكرت بعد إلى الآن. فريق سيمبا التنزاني المتحدث الرسمي. يعني في كل مكان انت ذكر خلاص قاربت على النفاذ نفى الكلام ده كله. قال إلى الآن مفيش مصدر يؤكد اكتمال عدد 30 ألف أو تم بيع تذاكر أدئي. ولكن إلى الآن كل تكتهادات على السوشيال ميدي عشان خاطر يقدروا يخلوا الجماهير تشتري تذاكر وتحضر المباراة. إلى الآن كل أرقام المعلنة عن حضور 30 ألف أو 20 ألف غير صحيحة على الإطلاق. وهتبان بكرة نتيجة أو حاصلة تبيع تذاكر فريق سيمبا. ولكن فريق سيمبا بيحاول على السوشيال ميدي على أدنى وبيقدر يعني يشحن جماهيره عشان تحضر وبيصف النادي الأهل بنادي القرن ثالث العالم لذلك موجودين وتأثر فريقه وتم فريق كبير وهو فريق النادي الأهل. طيب بمناسبة بقى السوشيال ميديا وحسابات فريق سيمبا وتحفيز جماهير هذا الفريق. هل تم معرفة التصميم اللي تم عرضه على الحسابات الرسمية لفريق سيمبا التنزاني بخصوص المباراة وهو تصميم في شكل حرب ما بين الأهل وسمبا أو ما بين سيمبا والأهل في هذه المباراة. هل التصميم ده شافوا الجهاز الفني شافوا اللاعبين يا شريف ولا لا أنت ريب وتقدر تقول لنا. الكابتن سيد تتكلم مع معلعاب النادي الأهل الفصل التام. ملناش علاقة خالص نركز في الملعب. ملناش دعوة بكتب على السوشيال ميديا خالصنا في تنزانيا وبالمناسبة وشعب ودود جدا. ولكن المتحدث الرسمي بيسم سيمبا التنزاني بيحاول بشكل طرق يصف هذه المباراة بالحرب. وفي نفس الوقت بيصف وبيتكلم على حجب النادي الأهلي وبيتكلم النادي الأهلي حقه الطبيعي في ألقابه وفي إنجازاته. ولكن وصف الوقت الغريب هو وصف الحرب. ولكن النهاردة السفير أكد أن بإذن المباراة هتمر مرور القرام. لكن الكابتن سيد عبدالحفيظ صالب من اللاعبين عدم التركيس نهائيا غير مع بس إذا دافع بالنسبة لهم يا شريف يعني. ده دافع مهم جدا بالنسبة للجاز الفني واللعابين في الحقيقة أنهم يعملوا مطش كبير إن شاء الله بإذن الله واللعابين اللي عندها إصرار كبير خارج عشان تقديم عرضه. والنهاردة في التمرين تشوف النهاردة التمرين كان قوي جدا كان بدأت التدخلات تكون عنيفة. مستر مستماني يوقف التمرين أكثر من مرة أن بيدوه. مش عاوزين تدخلات عنيفة علشان خاطر الإصابات. ولكن كل لعب يحاول لفة نظر الراجل النهاردة الراجل جرب أكثر من خطة ثلاثة فندرات بندرين أربعة أربعة دين أربعة دين ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة جرب أكثر في الخطة أكثر من سناريو علشان بإذن الله بإذن الله يختار السناريو اللي هينا عاديه مباراة سنبة بإذن الله. استقر ولا لسه يا شريف? استقر على التشكيل لا 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 ما استقرش أكثر من طريق لعب النبارح وأكثر من ثلاثة لعب النهاردة. آآ ثلاثة تندرين جرب كذا جرب شريف جرب كهرارة جرب والية يعني جرب أكثر من نعم جرب أفشة وركنها مش شوية جرب أكثر يا Pehada ولكن يده أن يده أن أكرم ممكن يكون عايد محواري لأن أكرم ما خرجش خالص من كل حسابات الراجل في جسم اكرم كان موجود في كل تغييرات الراجل في التكتك بتاعه فيابدو أكرم يده أن أكرم ممكن يكون موجود بواسط منعب المديلات لكن أيمن جاهز مروان جاهز الأمور بالنسبة لنا يعني بالنسبة لفرق كله مشيا كويس يا شريف أيمن شارك في النهاردة في المروان كله مبارح شارك في المروان كله أيمن جاهز بنسبة مليون بين وطبقة بإذن الله بكرة هيقدر تمرين بكرة على الأتمن وقت وبإذن الله بكرة يكون جاهز في شدة المباراة إن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار الوافية في الحقيقة وهذه التغطية المميزة زمنا العزيز شريف شعبان من رئيس القناة الأهلي اللي كان معنا على الهاتف من تنزانيا عشان يطمن على آخر استعدادات الفريق لمباراة سنبا بعد بكرة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنجي الأهلي في هذه المباراة ويحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله تديله أريحية فيما تبقى من منافسة في هذه المجموعة هروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل آخر فقراتها لإتمامنا يلا بي خلينا سريعا نروح لترند للأهلي ونشوف إيه اللي تكتب على النادي الأهلي على السوشيال ميديا تحديدا نبتدي بالحساب الرسمي للوطن الرياضي على فيسبوك واللي بيكلمه على أسعار تذكر مباراة الأهلي وسنبا ويقول لك أغلى تذكرة ب150 ألف شيلين اللي هي يعني ألف جنيه مصري الشيلين اللي هي العملة بتاعته ميناك 3000 شيلين تنزاني 20 جنيه دي أرخص تذكرة بخصوص الحضور في هذه المباراة خلينا نروح للخبر اللي بعده بالتحديد من حساب في الجول على فيسبوك واللي بيتكلمه على رئيس سنبا وتصرحته اللي في الجول وبيقول مواجهة الأهلي كبيرة هو فريق كبير واللي داي خبرات اللعب في أفريقيا هي مباراة كالحرب بالنسبة لنا أنا بصراحة مش عاجبني خالص التصريح ده وحاجة أنا شايفها مبالغ فيها لكن هم ده بسبب يعني أن هم منقيمين النادي الأهلي بالشكل المطلوب يعني النادي الأهلي أكبر فريق في القرى الأفريقية فبيدوا الأهلي حجمه بيشايفين أن هي مباراة تبقى صعبة جدا في كل أحوال المباراة كبيرة مثل أي مواجهة بنلعبها ضد أي فريق كبير عندنا أطموح نحقق نجاحات على المستوى القرى في المستقبل نتمنى لهم التوفيق بس في معادة هذه المباراة يعني خلينا نروح لخبر كمان مهم بص بقى الخبر ده من المصري اليوم وحسابهم على تويتر بيقولك إيه المسلمان يدرس الدفع بشريف لإحتواء غضب حاجة بصراحة منتهى الغرابة يعني من الآخر كده يعني معترامي كامل طبعا لزمالنا الأعزاء في المصري اليوم وهم كلهم زمال كوي يعني من الآخر أو معظمهم 95% منهم زمال كوي فقال لك محمد شريف الرجل كان بيلعب وبيجيب جوان فجأة الرجل قاعد على الدكة وجهة نظر فنية لا يوجد مشكلة لكنك لازم دايما بما أنك حابب تخلق بعض الأزمات للنادي الأهلي فتركز تشوف محمد شريف ما لعبش ده لا ده ما بيلعبش فبالتالي الولد متضايق فبالتالي مسماني عايز يراضيه ويلعب هل مستر بيتسو مسماني كمدير فني كبير حيحاول أنه يجي على حساب الفريق كلام غير واقعي وغير منطقي بالمرة ومحاولة لخلق بعض الأزمات بخصوص فريق النادي الأهلي أولا محمد شريف ما عندهش أي مشكلة خالص والراجل ولا بيتكلم ولا بيفتح مؤه ملتزم جدا وأكبر دليل على كده أنه حتى في ظل تواجده على مقاعد البودلاء الراجل جد التعاقده مع النادي الأهلي فالأخبار إزاي دي ما نقفش عندها كتير في الحقيقة بس أنا حبيت أعلق عليها سريعا خلينا بسرعة كمان ناخد تفاعل حضراتكم بخصوص توقعتكم من تشكيل النادي الأهلي في مباراة سنبن نبتدئه بعبدالوهاب قال محمد الشيناوي محمد هانياسير براهيم بادر بنون محمود وحيد آليو ديانج عمر سلية القهراء أفشه والتر بوليا وإن شاء الله الأهلي يكسب 2-0 بإذن الله محمد ناجح وقال كمان شيناوي محمد هانياسير براهيم بادر بنون حمدي فاتحي ديانج عمر سلية أفشه محمد شريف والتر بوليا وأجايه وإن شاء الله الأهل يكسب بتات السفرة. أعتقد أيمن أشرف جاهز وممكن يبتدي هذه المباراة على حسب طبعا الرؤية الفانية الميستر بيتسو ميسيميني ده كانت تفاعل حضراتكم معنا وده كمان كانت حلقتنا النهاردة من تريند ليس لدينا المزيد وغدا كل جديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا. إلى اللقاء